حطيت 200 ملة من المية الدافية بحدود الكباية إلا شوي مع مع الأصغير من الخميرة ومع الأصغير من السكر وحركتهم كتير منيح مع بعض وبعدين نزلت فوقهم معلقتين كبار من الزات النباتة وكمان حركتهم وبعدين حطيت كبايتان و3 ترباع من لطحين وقلبتهم تقليبي بسيطة وبعدين حطيت رشة من الملح وبعدين كفت تقليب لحد ما صارت عندي العجينة بهذا الشكل حطيت بحدود المعلقتين من الزبدة ودعكتهم كتير منيح مع بعض عجنتهم لحد ما صارت عندي عجينة متماسكة حطيت عليها كيس نيلون ومنشفة وخليتها تخمر لمدة ساعة ساعة إلا ربع لحد ما يتضاعف حجمة دقات حصم من الثوم مع 50 جرام من الزبدة بحدود 3 معالي أكبار مع نعنع يابس أو كزبرة أو بقدونس حسب المتوفر عندكن عبن ما تكون تخمرت العجينة رح رش رشة بسيطة من لطحين بالصينية اللي رح اخبزها فيها وبعدين رح اخد العجينة اللي كو أداية شطرية ورح افردها بهيدا الشكل بيدي بدون أي شوبك ورح اعملها سقوب بهيدا الشكل ورح نزل فيها الزبدة وبعدين رح حط أي نوع جبنة بتسوح أنا عندي هون تشكيلي من الجبنة حطيت عكاوي وحطيت ايمونتال ورجعت حطيت رشة من الموزاريلا وحطيتها بفرن حامي مسبقا على حرارة 180 رح تاخد بحدود 3 ساعة من 15 ل 20 دقيقة شكرا